ولا ينالهم الحساب وهم على كثيب من نسك حتى يقضى بين الناس على أعلى درجات النسك يوم القيامة ولا يهدوهم الحساب ولا آمنون يوم العرب على الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قرأ القرآن رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راضون ورجل دعا إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله عز وجل فجمع الناس على طاعة الله ورجل أحسن خيرا أحسن خيرا بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه وأتباعه ومن ملكهم الله تحت يديه أو رأسه عليهم أحسن إلى كل منهم أداء حق كل واحد غير منقص وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب بيت خربان حفظه ديما القرآن مفيش بيت خربان بيت خربان خرابة أي شاب أي رجل أي إنسان مش حفظ القرآن خرابة عايز العمران ومش راح الصدر اقرأ القرآن ويحفظ القرآن بل النبي عليه السلام جعل حصانة للبيوت من الشياطين حصانة تحصن تحصن الزوجة والأولاد والعيال تحفظ عليهم من عفوات الشياطين بيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورة لا تجعلوا بيوتكم قبورة فإن الشياطين تهرب من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة الله أكبر ده أنا هنجيب بقى سلط البقرة ونعملوها ربلي رايح جاي كده أوعى تقول بقى أن فيه شيطان بقى هيأثر في العيال ولا أصل في دولية عمر ما تشوف لا البوز ولا تبقى الخناءات ولا المصائب اللي تجعل فجأة ما دمت قد جعلت القرآن الكريم في قلوبهم وفي صدورهم وفي بيوتهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمانوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاءهم منا واذهاب أحزاننا وتفريج قلوبنا ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهنا واجعلوا حوجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم العرض الأكبر عليك يا رب العالمين عباد الله استغفروا إنه هو الغفور الرحيم استغفروا 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 العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله انشاء أنفسنا وانسيئات أعملنا من يهد الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن صحابة الفضلاء العدن المجباء أبي بكر وعمر واسمان وعلي وعن سائر الصحابة والقرابة قل النجابة وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين أما بعد أيها المسلمون صورة النحل نختم مقاصدها اليوم التي عشنا على خمس حلقات فيها هذه المقاصد الرائعة التي تبني حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة الأمة على معايير شرع الله عز وجل فتكون السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة وعد الله في قرآنه من استجاب لهذه الأحكام وهذه الشرائع فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة حياة طيبة تجيب ما دي بقى دي السعالة بتاعة الحياة الطيبة دي تحقق بكم مليارش اهي تعال شوف القرآن يقول لك هو السعادة الحقيقية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جزاء دنيا وجزاء أخرى زي ما قال وضرب الله نسا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفر